أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس جاءت تصرحات مدبولي خلال استعراضه تقريرا من رئيس جهاز تنظيم والإدارة صالح الشيخ حول استعدادات بدء اختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال حيث شدد رئيس الوزراء على أن الكفاءة هي المعيار للحصول على الوظيفة بالجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة آليات الحكومة المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة